المسلسلات اللي بتنتجها المخابرات عن طريق الاراجوز محمد رمضان قالك انا موافق طلع في مسلسل لقطة مسلسل قالك موافق السفر غزة ليه؟ عشانا اجيب مخدرات من هناك من غزة دي الحاجة اللي بتتجاب من غزة المخدرات مش بتيجي من اسرائيل لا بتيجي من غزة ادانة حركة حماس الفنان المصري محمد رمضان والقائمين على مسلسل موسى بعد الزج بقطاع غزة في الدرامي والادعاء بان القطاع وقرا للمخدرات حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري موسى ده محمد ابو ثرية مدير دائرة الانتاج الفني والذي يدور جزء منه في غزة في حقبة الاربعينيات من القرن الماضي تذكر غزة تذكر غزة في الفن والمسلسلات المصرية بان احنا هنجيب منها مخدرات غزة غزة العزة والكرامة تلك المنطقة المضيئة يعني الندرة في هذا الوطن العربي والوطن المنكوب من خليجه الى محيطه على فكرة ممكن تيجي مخدرات من غزة ممكن تيجي من لبنان ممكن تيجي مخدرات من مصر ها زي ما ممكن تيجي مخدرات من اسرائيل لكن الرسالة اعتقد انها واضح لحضراتكم ولا تحتاج لاي توضيح الناس لما ذكرت غزة لو تشوف غضبة الناس مش بس في غزة في كل مكان ان غزة غزة المنطقة المحررة الوحيدة الوحيدة في تلك الامة عندما توصم في مسلسلات اتكلفت مئات الملايين في شاشة شهر رمضان في مصر مصر تذكر بانها موطن المخدرات يا اخي سيب غزة في حالها ايش عمالكو غزة عشان كل شوية غزة كل شوية غزة كل شوية ايش بدك يا محمد رمضان من غزة اهل قطاع غزة وشعب قطاع غزة وصغار قطاع غزة واكبار قطاع غزة بوزعوا على العالم كرمة وكل ما نهائية واخيرة حتى اوصلها اليك يا محمد رمضان ويا رب تصلك بس ما ربش كيف حتصلك تمام سيب غزة في حالها رسمي وجد بكفي جرفتونا يعني اللي بتجدمه انت بعرفش الناس تعجب فيه تمام لكن والله هو محلك على المجتمع ايش بتعلم الناس ايش بتعلم الشباب ايش بتعلم الاطفال العربة ده يا اخي سيب غزة في حالها اللهم بارك في غزة واهل غزة وشعب غزة واطفال غزة ونساء غزة ومجاهدي غزة وكل سنتيمتر في غزة مفتي عمان شيخ احمد بن حمد الخليلي ربنا يبارك له ويجعل كلماته في ميزان حسناته تحدث عن غزة تزامنا مع علاقة الاراجوز عن غزة تحدث عن غزة بتلك العزة في ايام رمضان مبارك التي تفتح فيها ابواب السماء ويستجاب فيها الدعاء يجب على المسلمين ان لا ينسوا اخوانهم ابطال الرباط في القدس المبارك الذين يزدون عن حرمات الاقصى الشريف وابطال الجهاد بغزة العزة الذين يقفون صامدين كالجبال الرواسي متحدين كبرياء الاحتلال وكان حقا علينا نصر المؤمنين مفتي عمان احمد بن حمد الخليلي في زمن اصبحت كلمة الحق حقيقة نادرة خلعا قاوة الخلي الوافي ربنا يجعلها في مزان حسناته ابطال الجهاد بغزة العزة الذين يقفون صامدين كالجبال الرواسي متحدين كبرياء الاحتلال بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم حب ترامل في تراب غزة والله بلا اي مبلغة اطهر واشرف من كل هؤلاء الارجوزات والاقزام وكل من فرض عليها الحصار وكل من اتهمها بالفحش والارهاب والمخدرات مش ممكن دي تكون تكون رؤية شعبنا والله ابدا كل الاعتدار لاهل غزة لا يمكن دي رؤية الشعب المصري ولا يمكن دي تكون عقيدة جيشنا ولا يمكن اللي بيوصله فنان الانقلاب الاول محمد رمضان يعبر عن مصر لا شعب ولا جيش انه هاي رسالة مبطنة عم بيشوهوا فيها سورة اهلنا في غزة كان فيهم انه مينجوا اي منطقة او ما يطلوش مناطج يعني كان فيهم يعملوها داخلية عدم المواخبة بس ليش غزة ابدا بس هاي الصورة واضحة وصريحة على تشويه سورة اهلنا في غزة وخسى ننبر كندرة وغيره يشوه سورة اهلنا في غزة رمز الصمود رمز الصبر بس لا انا بتدائج لما تشوف مسلسلاتنا العربية عم بتشويه سورتنا وعم بتغسل ادمغة فكرة رسالكم بشكوركم جدا عا كرة رسالكم احاول اعرض اكبر قدري منها نستقبلها على رقم الواتس اب اللي بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة واحنا بنعتذر لغزة واهل غزة تحية لغزة والاهلاء حركة المقاومة الاسلامية نددت بكلام الاراجوز صديق دولة الاحتلال ورتك جيش الاحتلال الاعلامة على جيش الاحتلال احنا عشان اسرائيل دولة كبرى وكده عشان كده احنا بندفعه ووضعينه في الصدار غزة ليست وقرا للمخدرات هكذا اعلنت اه حركة المقاومة الاسلامية حماس ردا النهاردة كان ده تصريحها ردا على انها رايح يجيب مخدرات من غزة اقولها لك على يقين وليس على سبيل مجاملة ليست تلك هي رؤية هذا الشعب الشعب مصر ولا اجيش مصر اللي بجد ولا اي حاجة بجد في مصر الغزة والله الدعاء لغزة واجب على كل واحد الدعاء للأقصى تلك البقعة اللي سترانة بمقاومتها بعد ما اتفضحنا بين القاسي والداني الغضب كمان كان في الصعيد مين انت يا محمد يا رمضان عشان تهين ارض العزة والكبرياء منجة بالدهب والفيروس غزة بكر شبابها رجال أطفالها رجال نسائها رجال شيوخها رجال تجي انت وتهين ارض العزة والكبرياء انت سعيدة انت ما بتمثلش الصعيد انت ما بتمثلنيش انا كسعيدة ورا بتمثل اي حد ولا تشرف ان احنا تكون ان انت سعيدة مننا احنا تعلمنا القدر تعلمنا الافلاق ما تعلمناش نهين الناس احنا تعلمنا من اخواتنا في غزة النضال والسمور انت علمتنا ايه من افلامك اللي انت بقدمها البرتاجة دمارتي جيل بكامل دمارتي اجيال من الشر اطفال غزة الابطال ردوا على الاراجوس غزة لم تكن يوما وكرا للمخدرات وغزة طول عمرها مصنع للرجولة والكرامة ولا نعلم ما الذي تريده من تشويه سورتها تعال الى غزة يا محمد رمضان تعال حتى نعلمك فيها كيف تصبح رجلا تقاتل الاعداء لا ان تكون فاجرا تلتث حولك النساء تعال يا رمضان لتشتري من غزة العزة والنخوة والكرامة تعال لتأخذ الدروس من اطفالنا الرجال اطر الغزة وشأنها يا محمد رمضان لانها مشغولة بالدفاع عن كرامة الامة كلها وإياك ان تذكرها بلسانك غزة لم تكن يوما وكرا للمخدرات حقيقة حقيقة بأن سبع سنين كل كلمة حق تشوى كل حر يطعن بكل أنواع التعنام كل مقاومة يهال عليها كل شيء قدر وحقير تلك عندما يراد للمشهد أن يصبح عاريا فلا يقبل هذا المشهد أبدا أي حد متغطي أو بيحاول يستر نفسه وغزة بتحاول تستر نفسها وبتحاول تستر الأمة نفس القصة التقليدية بتاعت الجنود اللي دخلوا قرية واقتصبوا سيداتها وفضلت فضلت واحدة لم تقتصم لازم تتقتل ولازم تشوى ولازم تصبح حقيرة وإلا أصبح العار يطارد من ترك نفسه للاختصاب تشويه غزة وتشويه المقاومة تخيل أنت يعني أمة أمة فيها حتة قد كده قد كده بتقاوم 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 شكرا